لما يجي نتكلم عن جهود مستمرة قامت بها الدولة المصرية في الفترة اللي فاتت وكانت شديدة التكثيف علشان وقف العدوان على غزة حضرك شايف ايه اللي حصل فيها خليني اقول لحضرتك الدولة الوطنية المصرية لديها بصلة واضحة في دعم القضية الفلسطينية أنه منذ ميلادها يعني على مضاي عقود ومنذ ميلاد تلك القضية كانت الدولة الوطنية المصرية حاضرة في كل مشهد دعمة لأشقاءنا الفلسطينيين في العصر الحديث معظم الحروب اللي خضتها الدولة الوطنية المصرية كانت دعمة لتلك القضية خلال الفترة الأخية كل الجهود القائمة لدعم أشقاءنا الفلسطينيين بيتم بزلها سواء على المستوى السياسي أو المستوى الأمني أو المستوى الإغاسي وده اللي بيتم التحديله في الوقت الحالي من خلال التحالف الوطني بعد دعمة السيد الرئيس التحالف بعمل قافلة هي الأكبر لدعم أشقاءنا في فلسطين سواء على المستوى الطبي سواء كان على المستوى الإنساني سواء على المستوى الغذائي كافة الجهود بيتم بزلها في التوقيت الحالي لدعم القضية الفلسطينية حتى أن الخط السياسي للدولة الوطنية المصرية هو خط عاقل في زمن غاب فيه العقل بشكل كبير قوي صحيح النهاردة الدولة الوطنية المصرية بتقوم بأن الحل العادل لتلك القضية وأن تكون للدولة للفلسطينيين دولة ذات السيادة على حدود 4 يونيو سنة 1967 بالإضافة إلى حق العودة للاجئين وأن تكون تلك الدولة عاصمتها القدس الشرقية أي أمر بعيد عن تلك البصلة هو مهدئات ومسكنات قابل للتفاقم طول الوقت ونحن النهاردة في مشهد من مشاهد التفاقم بالعدوان الإسرائيلي وقوات الاحتلال الإسرائيلي على أشقاءنا الفلسطينيين